بعد أن أدار ظهره لكافة المبادرات الدولية التي أرست قواعد حل سياسي في ليبيا يبحث حفتر عبر بوابة القاهرة ودعوات دعيمه الإقليميين الداعية للحوار عن مخرج يبعد عنه شبح تبعات مغامرته العسكرية الفاشلة لاعتلاء كرسي السلطة في البلاد حيث تعالت الأصوات الأوروبية الإماراتية الروسية والمصرية مطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري في ليبيا آخر هذه الدعوات أتت على لسان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والذي حث الأطراف الليبية على وقف الأعمال العسكرية فورا والعودة للمفاوضات فيما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قلقهما من التصعيد العسكري مؤكدان أن لا وجود لحل في ليبيا سوى وقف إطلاق النار والبحث عن حل سياسي وبعد أن استمات بمعارضة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والذي أعطى للمجلس الرئاسي صلاحية عزله رفض حفتر عدة مبادرة أخرى أبرزها مؤتمر الإليزي الذي نظمه الرئيس الفرنسي ماكرون أحد أكبر دعمه ومخرجات مؤتمر برلين التي رفض حفتر توقيع عليها وأخيرا مؤتمر غدامس حيث بدأ عدوانه على طرابلس قبل أيام من انعقاده بالتزامن مع تواجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتيريش في ليبيا كل هذه المبادرات رفضها حفتر إبان الموقف الجيد لميليشياته عسكريا حيث كان يسيطر على عدة مناطق تم تحريرها لاحقا من قبل عملية بركان الغضب أما الآن وفي الوقت الذي انحسر فيه نفوذه وسيطرته على الأرض وأصبح شبح الضربة القاضية والهزيمة النهائية يلاحقه التجأ إلى حليفه السيسي بحثا عن فجوة سياسية تخرجه من مأزقه ليخرج علينا رفقة الرئيس المصري وعقيل صالح طارحين مبادرة غير مجدية بحسب متابعين للشأن الليبي تعنت وغطرست حفتر من خلال الاستمرار في مغامراته العسكرية غير محسوبة النتائج والتي حذرها منه حلفائه الدوليون ساهمت فيما وصل إليه الآن من سعي محموم يائس بين عواصم الدول الداعمة له بحثا عن إعادة توظيف سياسي أو خروج سلس بلا حساب من المشهد الليبي ترجمة نانسي قنقر